قبل أيام على انتهاء مهامه وخلال إحاطة في مجلس الأمن الدولي اعتبر منسق الأمم المتحدة لعملية السلام بالشرق الأوسط نيكولاي مالادي نوف أن المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية تشكل انتهاكاً لقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي وتقوض جهود عملية السلام مالادي نوف فقال خلال الإحاطة إن إسرائيل بأشرت في عام 2020 بتنفيذ خطط استيطانية بالضفة الغربية كانت مجمدة لسنوات محذراً من أن تلك الخطط ستؤدي إلى قطع التواصل بين أجزاء الضفة ما يعني تقويض حل الدولتين الذي تنص عليه قرارات الأمم المتحدة المنسق الأممي أوضح أنه ورغم تجميد الاستيطان لمدة ثمانية أشهر خلال 2020 فإن الوحدات الاستيطانية التي تم بناؤها خلال هذا العام تتساوى مع ما تم إنشاؤه في عام 2019 لافتاً إلى أن خمسين بالمئة من تلك الوحدات الاستيطانية يقع في عمق الضفة الغربية وفي مناطق يفترض إقامة الدولة الفلسطينية المستقبلية عليها وأشار مالا دينوف إلى أن إسرائيل بصدد إنشاء 1200 وحدة استيطانية بالضفة الغربية ما يهدد بفصل القدس الشرقية عن بيت لحم وجنوب الضفة وبالتالي تقويض إنشاء دولة فلسطينية قابلة للحياة داعياً تل أبيب إلى وقف النشاط الاستيطاني على الفور